سلام الله على جميع المشتركين الذين ينورون دائما القناة والذين يدخلونا سوف نقول لكم نورتونا و نورتو كل المشتركات سنرى اليوم مع بعضنا كيكا اسمتها كيكة الخريف كما اشتو دي جا حطيت لكم فيديو اللي قبل هذا تعلاقات كما تشوفوا البيسكويت سنقسموا على هذا الكمية سنقوم بها خمس طبقات سنقص كما تشوفوا بهذه الطريقة سنحاول نعطيكم دائما نستعملوا بابسط الحواجين الحواج متوفرة في البيت انا نعطيكم بكفاش نقوم بسحن من بعد رحا كما راكم تشوفوها هو كي نزيد ندل طبقة ثانية من اللي شوت هذا من البقايا اللي قاعدوا من البيسكويت من الكيكا هذي اهاكا و نقسمها نحاول نعدلها والطبقة الخامسة اذا كتشوفو ها هما كي هذو ما الاطراف اللي قاعدوا حنستعملها كطبقة خامسة ها هي كي القوامة حالبنات حطيتكم فيديو و بعد نحطوكم فيه صندوق الوصف كيفاش نسيت نقولكم في الفيديو انها حتى نطيبوها تحطوها في الدرج الاوسط و طيبوها كي تشوفوها نشف تشعلوها من فوق فقط تنشف بك تنشف تشعلوها من فوق ام بعد تستعموها هنا را حنزينها بكريم تشانتي هنحط كما شتو حطيت طبقة كريم تشانتي ديما 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 كيلة حليب بارد بارد لدرجة انه الكاس يكون مضبطة يعني نقولوا كيلة كيلة بالكاس كيلة غبرت شانتي كيلة حليب بارد 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 طلعوه مع بعض اغمان نزلت ملعقة كاكاوبوني و لكم الحرية بغيتوا تديروها بيضة بغيتوا تنكوها بالذوق الشوكولات بالكاكاو يعني لوحة الطبقة الثانية هذيك اللي درتهم نفس نصف دائرة للسقتم على راهم الطبقة الثانية راح نحط هذو كل البقايا نشكل بهم طبقة ديما الاطراء اللي يكونوا هكا نديرهم هما في الواسط و بعد نغلفها بكريم تشانتي الطبقة لا تكون رقيقة و لا تكون خشينة بزاف و نضع الطبقة الأولى والثانية والثالثة هذي الرابعة و بعد نزيد الخمسة والآخرة الخمسة لازم تقلبيها بهذه الطريقة يعني القاعدة انتحها هي التي تكون من فوق و بعد نغلف الكيكا تعنا ما تجيش محد برا ولا ما تجي مستوية يعني نجي قد قد و نغلف الكيكا تعيين نغلفها ما تكونش خشينة بزاف كي نغلفها من البرا ما تكونش خشينة بزاف ما تكونش رقيقة باش نكونوا واضحين الكيكا راني نخلي لكم الرابط على الفيديو في صندوق الوصف كما قلت لكم كيت طيبوها خلي واحدتان تنشف من بعد تعاودي تشعليها من فوق باش تنشف من الفوق يعني كي بعد ما تطيب من الفوق ياربي تنشف بارك باش من بعد اذا ما تطيبتياش من الفوق يجي تستعمليها تحطي يدك تلصق تلصق يعني ما تكونش نتجا مليها وتقدروا تستعملوا نص الكمية هاكا حاولي تغلفي تعدليها من بعد راح نجيب شوكولات اي نوع شوكولات بغيتو ها نستعمل ميلكا هذا النوع من الشوكولات وراح نبرشها حتى بعد ما نبرشها نتحصل على هذا الشكل لملاحظة الشوكولات لازم تكون بحرارة الغرفة ما تكونش من الفيديو يجي تبتيها مثل لاجو تبرشيها مش هتتبرش لكم ليه المهمة بعد كما تشوفوا غلفتها نغلفها أكل بالشوكولات اللي برشناها يعني رابيناها في العرب هاكا من بعد ما تكملي انا كنت درت كريمة كريمة الشانتي ما فيها ولا خليتها بيضاء كي نزينها من الفوق كي نزين الكيكات كيكة الخريف كما قلت لكم كاس غبرة الشانتي بكاس حليب بارد لدرجة انه كاس يكون منضب من درجة البرودة العالية وطلعها حتى لازم تخلطها مليح بالباتر يعني تخلطها مليح بالخلط الكهربائي حتى تحصل على قوام المس ملساء يعني تكون ملساء رطبة هاكا بعد ما نزينوها بعد ما نكمله عافوا نتزين هذه هي الكيكة الخريف هذه هي ان شاء الله يا ربي الوصفة التعليون تكون مليحة الكيكة لا تحتاج لكي تشرب هي في حذاتها طرية البنات تستعملوا الكيكة هذه إذا زينتوها الصباح في الليل وقدموها والله كلوها وإذا استعملتها في الليل احتاجوها يعني قدما قاعدت تطولت قدما تزيد تطرة كثر وكثر هذه هي البنات حنقصها لكم باش تشوفوا ستجي طرية يعني قدما تتح قدما يكون قوامت تحها طريق هذه هي الكيكة البنات ان شاء الله ياربي تجربوها وتخليوا لي تعليق اسفل الفيديو بالخصوص المبتدئة يلا حبيبتي نوضي يجربها وخليلي تعليق ليس إذا ان شاء الله ستصلح لك بالخصوص مقادير الكيكة اللي حطيتها لكم ناجحة 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 نستعملوها في العديد من الكيكات العديد من الحلويات من جهة الكيكات سنرى مع بعضنا وصفات عديدة بالمقادير الكيكة لكي لا تنسوا لكم انظروا في رواحكم لا تنسوا حبيبتي دراكي معنا دراكي جملة فيديو إذا عجبتك دراكي جملة فيديو لدي ضيق في الوقت صراحة اسمحوا لي ساعات نجاوب على التعليقات ساعات ما نجاوبش بس حكونوا متأكدين باللي التعليقات كم راني ديما نقراها في امان الله سنروني فيديو جديد حلو الله معنا سلام